السلام عليكم ورحمة الله اهلا معكم ليندا من قناة انوثتي وطبعا الرسائل اللي راه يتصني في الخاص وكذلك في الكومنتات هو عن الشعر اللي يكون ضعيف ويكون يتساقط احنا كامل يعني راح نفوت على هذه المرحلة النظر لانه طريق تحياتنا تغيرت يعني عدنا نصبه نحط الهايلايت نستعمله شامبوان بزيف الى اخره اذا هذه هي الاسباب اللي تخلي الشعر قل واللي الكثفة تعون عقصة وكان حاجة مهمة للبنات اللي هي القلق يعني احنا سبحان الله البنت عندها فترة في الشهر تقلق فيها بزيف وكذلك في حياتها اليومية ممكن علاقة عاطفية فاشلة ممكن مشاكل مع الاهل الى اخره هذا كل يسبب تساقط ويسبب ان الشعر تخف لكن انا اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو راح يكون فيديو شامل صح ورح يكون طويل ولكن نحبكم البنات تجيبوا يعني كراس وتكتبوا المعلومات باه يعني تستفيدوا وتعملوا كيفي اول حاجة الشعر يعني الشعر اللي يكون محروق ليكون عندك فراغات من الامام ولا فراغات من اي مكان بالاضافة الى تساقط ويكون خفاف من الصبغة من اي حاجة من مرضة من انيميا الى اخره المهم تكون فيه هذه الاعراض اليوم احنا عطيكم الحلول الممكنة اول حاجة اذا كان السبب داخلي بمعنى انه انت مرض يعني عندكم انيميا لقدر الله او كنتي حامل وضعتي صغير تاعك اكيد راح يعني تحتاجي الى انك تاكلي وتشربوا الماء البنات نوصيكم وشربوا الماء الماء راهوهول يخلي الشعر يطوال ثاني شي توكلوا الجزر الزرودية السنارية توكلوا الزرودية حتقولوا لي نكرهاها ومش يعرفاش لا لازم يوميا حبة ثاني من الجزر ني تتغسل تتبرج تكلوها كما السلاة متزدي عليها حتى حاجة لانه البيتا كاروتين اللي فيها راح تخلي شعرك يطوال انا شفت هذه الفكرة عند اجنبية كانت يعني درت تحدي الجزر وشعرها اطوال الان فهمتوا الماء الجزر والان اهم حاجة يا الحباب هي حتى اذا كنت راجل اخي هذه نفس الشي انتبقى عليك سواء كنت امرأة او راجل يعني تساقط الشعر هو مشكلة عند الرجال اكثر وعند النساء اقل خاصة انه الرجال يعني يتعرضوا الى ضغوطات اكثر منا المهم نرجع لموضوعنا قلنا تشربوا ما تكلوا الزرودية او الجزر تأكلونا الجزر هني ترجم بالهربية ايه وايكين حاجة مهمة جدا كل ليلة تقود فك كرسي وشعرك يعني رأسك تبطير قدام هذه العفسة ما يعملوهاش الناس الحوامل المرضى بالقلب والمرضى بالضغط يعني تقود يفك كرسي تمشتي شعرك القدام وتجيب شوي زيت مثلا انا هنا عندي زيت الزيتون هكذا وتجيبي زيت او زيت جوز الهند من الاحسن زيت جوز الهند لا تكفريش يعني فقط يعني هاكي غير على طرف اصابعك وتحكمي مساج 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 حتى ليلة تفوت خمس دقائق وكي تجي طالعة طبعا كي تجي تهزي راسك ما تهزيش وضربة واحدة بش ما تشوكيش الجسم تاعك لا تهزي غير بالعقب هذي انا نظم لكم خمسة سنتيمتر كل شهر كنت حطيتها اول مرة في قناتي ما كان حتى قناة عربية حطتها وحطيتها وكتبت ودرت معها اللوسيون تعويش قرنفل هاوليكم هنا وش عندي البنات؟ هنا عندي القرنفل البنات اللي شعرهم يطيح وشعرهم غير كثيف كل ما عليهم اعملوا كيفي انانا ديما نشيف الزيتونة بخمسة لتر من بجاية سو جيبوا الزيت زيتونة وترحوا وش اسموا هذا القرنفل وتحطوه وتعملوا فقط قارورة صغيرة لانو نحنا كي نعملوا القرنفل ولا نعملوا الزيت بثو ما نحكي عليه ذركة لازم تعملوا قارورة صغيرة لانو انتم راح تنوعوا في النظام بتاع الشهر مش كتحكمي لي الثوم خمسين شهر لا مثلا تعملي الشهر هذا زيت القرنفل اوكي تحطيها لشعرك قبل الدوش في الليل زيت القرنفل تحط في الليل ولا قبل الدوش بخمس ساعات او اربع ساعات وتعمل المساج اللي حكيت لك عليه وتغطي شعرك بالنيلون بها يتسخن وبها الفروة الشعر لانها راكدة ولانو نحنا لازم لنا زيت حار بالشعر يطوال بش نعود نفهم كم حاجة الشعر اللي هم يطوالش لانو الفروة راكدة لازم حاجة تحركها كدير زيت اللوز الحلو ولا زيت جاوز الهند مش تحت اطوال انتي حتعاجي زيت جاوز الهند هو للعلاج فقط ولكن كي تعملي به المساج هنا الفروة تتحرك اوكي اذا نرجع الموضوعنا اخذ مية زيت القرنفل ما قدرت يشتخذ مية اشريه كونسانتخي راه يتباع غير واش زي ديلو شوية زيت زيتونة ايه وحطيه على الفروة تشعر تيك مساجيه بالطريقة اللي حكيتك ما عليها ديري المنش فتاعك اول ما حرمة ورقتي او ديري قبل دوش باربطة ساعات وش ه يعمليكم زيت القرنفل اول حاجة يا البنات يكثف ليكم الشعر يعالج الشيب المبكر لانه كاي البنات مثلا تقبلوه من العمر 25 او 20 سنة يكون خرجها الشيب وحتى اذا عمرها 30 مفروض 30 ما يخرش لك الشيب اصل اذا تعملوا زيت القرنفل على شعركم وتخلوهم بعد تغسلوه هذا الناس اللي تعاني تعاني من قلة كثافة الشعر اوكي وشعرها ما يتوالش الان هنروحوا وركزوا معي الى طريقة الغسل تاع الشعر مثلا هنا عندي شامبواء وشامبواء كيف هنستعملوا راح تجيبوا كي من هكتاس فيه الماء تاع الحمان وتصبوا في الشامبواء تحركوها مليح وتديرها لشعركم من تحته تبدو تطلو وما تخلوشوا في شعركم الشامبواء بزاف يعني ما تطولش جوز تغسلوه وتشفتوه اهلاه لانه الشامبواء دائما فيه مواد مذرة ولكن اذا كان شعرك تسقط بكمية كبيرة انا ننصح اختي انك تغسي بصابون دوف تقدري توبرشها هاك يعني توبرشها تسكرفجيها وتحطيها في الماء الزوب هي يعني من اروع الاشياء اللي علجتلي شعري سابون دوف وتغسي بها نورمال ومتخافيش ما تديرلك والو بالعكس رح تلقي شعر كريحتو هبال تعصح هذي للناس كما اقول لكم الان الناس يتعاني من فراغات تركزوا معي البنات ربي يحفظكم ايه الفراغات سواء كنت راجل ولا امرأة هنا وش عندي كنت خدمته قبل ووريته لكم هنا عندي ثوم ذكر ماذا ثوم ذكر ثوم ذكر يتباع عند العشابين كما في شراحة كما الثوم العادي اذا ما لقيتوش نورمال عادي جدا تقدرو تسكرفجو ثوم ثوم عادي ذاكا الثوم العربي الكبير تقدرو تسكرفجوه وتزيديلو زيت الزيتون وتخليه اسبوع وتبدي تديري به لماسك مصح كي تعمليه كيف تديري رح تصبي شوي بركزيت وتهزي الثوم هذيك انا هنا شوفوا القرعة تاعي راسها كبير شوي عليها بش ندخل اغنجاية ونخدم بها تجي بهذاك الثوم وتحكي الاماكن تاع الفراغات واكثر الفراغات راه يتجي في فروات الشعر من القدام يعني في المقدمة تاع الرأس وتحكي تحكي تحكي ملاحة تتحسي انه الثوم يعني كما قلناها والله حار في الوحدة تاعك فقط اذا كان عندك حساسية ثعلب انا ما ننصحكش الناس لي عندهم مشاكل صحية جلدية حذاري هذه الحواج راهي للناس العادي اوكي حكيتي ملاحة الثوم على الاماكن هذيك اجيب النيلون غطي شعرك جيدا ثم بعد ذلك وروحي اقودي ساعتين ثلاثة اربعة المهم على قد ما قدرتي واصلي الشعر تاعك وبهيت نحى الثوم يعني من شعرك تغسي بشامبوه ليكون فيه يعني زيوت غامقة كيف زيت الحب السوداء بشامبوه ليكون في الاسواق من الشامبوهات اللي تكون فيها ريحة قاوية كيف نقول انا زيت حبت الباركة فتنحي الكتوم او تغسي بسابونت وش اسمع هذي ضعف اللي بنات وش هي الحاجة المهمة اللي رح نقول هالكم تعملوها اذا كنتم من النوع للدوش يوميا اذا كنتم من النوع للدوش يوميا او ياخد دمو ميقدرش يدير الثوم ومعندوش وقت وخاف من الريحة كل ما عليكم طيبوا قهوة قهوة عادية في البرس وجيبوا الفنجلة على القهوة كما تزيدوه شوالا اضافة لسكر لوالو جيبوه يبرد تحطوه على شعرك وتمساجه مليح الشعر حتى لين تشرب شعرك بكل القهوة وتخليه من ساعتين الى ثلاثة ثم بعد ذلك اغسي وباذن الله القهوة وش هتعملك رح رتعطيك الابريانس للشعر رح تخليه يطوال رح تعطيه له القشرة هذيك تنقيها يعني كما قلو احنا لانه القشرة القشرة بالمناسبة اذا خرجت لك انت تعملي في الزيوت هذي معنا انه شعرك بديه يطوال فنحنا صح رح نطولو شعرنا ولكن تكون عندك مناسبة فتنحي بالفنجلة القهوة هذيك القشرة اذا شفتي عندك القشرة وراثية يعني كنون احنا كما انا عندي طفل خوية في القشرة يعني كيف بابا وش تعملي حك القارس على شعرك تاهمنا يعني لازم تعالجي مشاكل شعرك واحدة واحدة الان تقولولي باللي كان حوي جاسر بزاف يعني حطيتها في القناة وكذا كيفاش نستعملوها اول حاجة تعملو روتين نعطيك المثال انا السمانة هذي يكون عندي مشكل حاب نعالجه في شعري اللي هو التقصف ما نروحش ندير زيت الثوم لا نروح ندير الخلطة الخضراء كنت حطيتها لكم تلقوها في القناة انا شعري ما يتوالش اصلا ومحبش يتوال نروح نعملو زيت الموز ايضا حطيته لكم في القناة كي تقعدو شهر كاميرا لزيت الموز ومن تحت تدير الخلطة الخضراء اكيد والله يشعركم رح يتوال باذن الله اذا كنتي حابة نتائج فورية نتائج فورية اه زيت القرنفل ارحي القرنفل حطيه في زيتونة 10 ايام في مكان مظلم وابدي استعمليه باذن الله رح تشوفي شعرك قواه وكحيل وتنحت منه كل المشحك وقريبا جدا باذن الله رح نعطيكم حيلة بسيطة رح تخلي شعركم يطوال كيمة الهنديات اتهلو فرواحكم هذا هو فيديو تاع اليوم ما رديت فيه على البنات شامبوان هاوليكم ليحبي شريه مش شرط هذا انا هذا ليوتاني لقيتو سون بغابان كلش متواجف جزائر رخيص في الثمن عندكم انواع بزيف تقدروا تشربوا وش تحبوا انتوما انا مانيش نعمل في اشهارات فقط راني نحب لكم الخير كما نحب الروح يعني انا صراحة ملقيتش يكون ينصحني فقط نجرب واحدي حتى لين ربي سبحانه رجع لي شعري كيمة اللهم لك الحمد والشكر فقط كما قلتيكم ما تنسوش المساج وشعركم من القدام اذا كنتي حامل ممنوع اذا كنتي صغيرة ممنوع تحط زيت الثوم من الناس اللي عندها ثمانية سنين وخمسة سنين ممنوع من عمبات تحط زيت الحر على فرض الشعر تعرى الصغير الصغير تعدلولو مساج يوميا عندكم زيت زيتونة عندكم زيت جوز الهند فقط لا غير ما تحطوش اي حاجة لشعر واحد صغير لانه يتهلك وقريبا نحط ليكم الكاراتين لان نستعمل فيها الطبيعية طبعا باش شعر تعكم دائما ما ينشفش ويقولي اراعيح صالوا في رواحكم نحبكم بزاف جامي جامي ننسى الخير تعكم والكلمات تعكم اللي راكم تكتبوا فيها في الكومنتر احبكم لي انا والله نحبكم كامل حسبتكم كما عيتي انتم اعز ناس عندي شكرا لكل واحدة كتبت لي تعليق جيد او حتى سيء وشكرا لكل واحدة دخل القناتي جزائرين الرجال انا نعف الرجال ميدخلوش قنوات نساوه لكن ميدخلولي ودعموني شكرا لكم ربي يحفظكم ولاد بلادي وربي يحفظكم ايضا كل دول عربية العراق تونس المغرب مصر كلكم احبابي واخواتي تعالوا في رواحكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة